بسم الآب والابن والروح القدسة لله الواحد أمين الإصحاح الرابع وكلم ربنا موسى وهارون وقال لهم عدولي أولاد قهات قهات ده الإبن التاني للاوي ابن يعقوب عدوهم بحسب قبائلهم وبيوت أباقهم من ابن 30 سنة لحد 50 سنة السن اللي ينفع الإنسان يتجند فيه لكن طبعا بالنسبة لأولاد قهات لأنهم من صد لاوي فأنا مش عايزكم تعدوهم عشان يتجندوا في الحرب لكن عشان يتجندوا ويتكرسوا للعمل في خيمة الاجتماع وهي دي خدمة أولاد قهات في خيمة الاجتماع قدس الأقداس لما تيجوا ترتحلوا من مكان لمكان لازم تفككوا خيمة الاجتماع وتتحركوا بيها فأول حاجة هارون وولاده اللي من حقهم يلمسوا المقدسات بتاعت خيمة الاجتماع هم أولا ينزلوا الحجاب بتاع السطارة اللي بتفصل ما بين القدس وقدس الأقداس ويمشوا بيها كده ويغطوا بيها تابوت العهد أول حاجة ويحطوا على تابوت العهد بعد ما يحطوا الغطاء ده يحطوا الغطاء تاني من تخص تخص ده جلد سميك لأحد الحيوانات البحرية ويحطوا فوقه توب لونه أسمناجوني يعني سماوي ويحطوا العصيتين بتاعتبوت العهد معاهم أما بالنسبة لمائدة الوجوه فيحطوا عليها برضو توب لونه سماوي ويحطوا عليه كل الصحون والصحف والأواني والكسات بتاعت السكيب ويسيبوا خبز مائدة الوجوه عليها لما يجوا ينقلوا ويحطوا بعد كده عليها توب لونه أحمر لون دموي ويحطوا فوقهم غطاء اللي هو تخص الجلد السمين ويحطوا العصيتين اللي بيشيلوا بيهم مائدة الوجوه معاهم وبالنسبة للمنارة الزهبية برضو يغطوها بتوب لونه سماوي ويحطوا فيها كل السرق بتاعتها والملائط والأواني الصغيرة اللي بيحفظوا فيها الرماد وأنية الزيت اللي بيحطوا فيها الزيت بتاع منارة الأقدس ويحطوا كل الأنية في غطاء من جلد سميك ويحطوها على حامل خشبي عشان يشيلوها بيه أما بالنسبة لمسبح البخور الدهب فيحطوا عليه برضو أماشة طويلة لونها سماوي ويغطوها بعد كده بالجلد التخين اللي اسمه التخص ويحطوا العصيتين بتوع مسبح البخور معاه وياخدوا كل الأمتاع بتاعت الخدمة من لبس الكهنة وغيره اللي بيخدموا بيها في الكتس ويحطوها برضو في غطاء من أماش لونه سماوي ويغطوها بعد كده بجلد تخين اللي اسمه التخص ويشيلوهم على حامل خشبي ومهم قوي بعد كده ياخدوا من رماد بوائي آخر زبيحة قدموها على مسبح المحرقة ويشيلوها لوحدها ويحطوا عليها ثوب لون أرجواني لون الملوك ويحطوا عليه كل الأمتاع اللي بيخدموا بيها مع المجامر ومع الشوك ومع الجروف ومع التشوت الكبيرة اللي بيشيلوا فيها دم الزبايح مع بقية لوازم مسبح المحرقة ويخطوا كل ده بجلد تخين اللي اسمه التخص وياخدوا بعد كده العصيتين عشان يشيلوا بيهم مسبح المحرقة وبكده يبقى هارون وولاده لأن دول هم الكهنة هم المسؤولين عن تفكيك المقدسات كلها وبعد كده يغطوها بالأقمشة سواء اللونها سماوي أو اللونها كرموزي أو اللونها أرجواني أو اللي هي جلد سميك اللي اسمه التخص كل أمتاعة القدس هم اللي مسؤولين أنهم يغطوها لأنه هم اللي مسمح لهم أنهم يلمسوها لكن لما يجوا يرتحلوا اللي هيشيلهم هم بنوا قهات الشمامسة أولاد لاوي لكن بنوا قهات مش كهنة فما ينفعش يمسوا الأقداس عشان ما يموتوش كل الأمور اللي سبقنا وذكرناها هيشيلها بنوا قهات في خيمة الاجتماع وهيكون العزار ابن هارون الكاهن هو اللي مسؤول عن متابعتهم وهو كمان اللي هيشيل الأمور اللي في غاية التقديس اللي محدش يقدر يلمسها زي الزيت بتاع المنارة الزهبية وزي الوخور العطر اللي بيتحط على الزبيحة أو في المجامر وهو اللي بياخد بواقي آخر تقدمة أو آخر زبيحة اتقدمت على مسبح المحرقة وهو كمان اللي بيشيل دهن المسحة اللي بتريشم بيه الكهنة وكده يبقى العزار ابن هارون هو اللي مسؤول وموكل انه يتابع الشغل بتاع بني كهات على كل ما في القدس وقدس الأقداس وخيمة الاجتماع من مقدسات وأمتعة أثناء الارتحال من مكان لمكان وكلم ربنا موسى وهارون وأكد عليهم وقال لهم ما تعرضوش أولاد بني قهات للموت لألا ينقرد عيلة بني قهات من وسط اللويين يقصد ربنا ما تسمح لهمش أبدا أن هم يلمسوا بأيديهم حاجة من المقدسات عشان ما يموتوش لكن انتوا المسؤولين أن انتوا تحفظوا على حياتهم ما تخلهمش يقتربوا لقدس الأقداس لكن هارون وولاده هم اللي يلمسوا الأمور بأيديهم لأن هم بس الكهنة أما بني قهات فأنتوا بتكلفوهم فقط بالاعتناء بالمقدسات دي وحملها أثناء الترحال من مكان لمكان لكن ما تخلهمش يدخلوا ينظروا للقدس أو قدس الأقداس أو يلمسوه لألا يموتوا وكلم ربنا موسى وقال له خد بقى أعداد بني جرشون اللي هو الإبن الكبير للاوي ابن يعقوب برضو عدهم لي بحسب بيوت أباقهم وعشائرهم من ابن 30 سنة لحد 50 سنة تعدهم لي كل اللي في سنة جندية مش عشان يتجندوا برضو للحروب لكن لأنهم منصب تلاوي يبقى عشان يتجندوا ويتكرسوا للخدمة في خيمة الاجتماع وهي دي بقى خدمة عشائر الجرشونيين اللي هيعملوها من عناية وشيل لمقدسات خيمة الاجتماع دول هيكونوا المسؤولين عن الحمل بتاع كل الأغطية بتاعت خيمة الاجتماع غطاقها اللي من التخص اللي عليها اللي موجود من فوق والسطارة بتاعت باب خيمة الاجتماع وأسطار الدار والسطارة بتاعت مدخل باب الدار اللي حوالين المسكن وحوالين المسبح المحيطة بكل خيمة الاجتماع والحبال اللي بيتشد بيها الخيمة لما تكون مفرودة وكل بقية الأمور اللي تستخدم في الخدمة بتاعة خيمة الاجتماع من الخارج هي دي اللي عليهم إن هم يشيلوها حسب ما هارون وولاده يؤمروهم إن هم يشيلوا ويتحركوا بني جرشون ينفزوا فشغلة بني الجرشونيين إن هم يشيلوا ويعتنوا ويحفظوا على كل الأماش ده والأمور بتاعة خيمة الاجتماع الخارجية لما يجوا ينتقلوا من مكان لمكان هي دي خدمة عشائر بني الجرشونيين في خيمة الاجتماع وحرصتهم وهيكون الموكل على متابعة شغلهم هو إيسامار ابن هارون الكاهن أما بنو مراري الإبن الثالث للاوي ابن يعقوب فدول برضو يا موسى ويا هارون هتعدهم لي حسب عشائرهم وبيوت أباقهم من ابن 30 سنة لحد 50 سنة السن بتاع الجندي بس برضو مش عشان يتجندوا في الحروب لكن عشان يتجندوا ويتكرسوا لخدمة خيمة الاجتماع زي أولاد إخواتهم بني جرشون وبني قهات ودي هتكونت شغلتهم جوة خيمة الاجتماع هم هيكونوا مسؤولين عن حراسة ويشيل بقية الأمور بتاعة خيمة الاجتماع بالذات الحاجات التقيلة هتكون شغلة بني مراري يبدو إن بني مراري بالذات كان صحة أجسادهم أقوى من بقية القبائل فدول هيكونوا مسؤولين عن شيل الأمور التقيلة اللي في خيمة الاجتماع زي الألواح الخشب والعوارض والأعمدة وكل القواعد بتاعة الأعمدة أعماد الدار اللي حواليها والقواعد بتاعة أعمدتها والأوتاد والحبال وكل أمتعاتها وكل خدمتها وهيكتبوا الحاجات دي واحدة واحدة بأسماءها زي ما تكون عهدة علشان ما يضعش منها حاجة لما تيجوا تركبوا خيمة الاجتماع تاني لما توصلوا للمكان اللي انتوا هترتحلوا إليه هي دي خدمة عشائر بني مراري كل خدمتهم في خيمة الاجتماع هيكون المسؤول عن متابعتهم فيها هو إيثامار ابن هارون الكاهن برضو وبكده يبقوا اللويين الشمامسة بيشيلوا الحاجات بتاعة خيمة الاجتماع لما يجوا وينتقلوا من مكان لمكان أما هارون وأولاده فهيكونوا مسؤولين أولا عن تفكيك المقدسات دي ثانيا عن متابعة الشمامسة اللويين وهم بينقلوا الحاجة من مكان لمكان فابتدى موسى وهارون ينفزوا لربنا قالوا بالضبط وابتدوا يعدوا أولاد بني قهات حسب قبائلهم وبيوت أبائهم من ابن 30 سنة لحد 50 سنة كل السن بتاع الجندية عشان يخدموا في خيمة الاجتماع فكان المعدودين منهم حسب عشائرهم 2751 هما دول المعدودين من عشائر بني قهات كل اللي هيخدموا في خيمة الاجتماع حسب ما ربنا قالوهم شغلتهم بالضبط هكذا عدوهم موسى وهارون حسب قول الرب على يد موسى أما اللي تعدوا من بني جرشون حسب عشائرهم وبيوت أبائهم من ابن 30 سنة لـ 50 سنة السن بتاع الجندية عشان يتجندوا لخدمة خيمة الاجتماع كان المعدودين منهم حسب عشائرهم وبيوت أبائهم 2630 دول هما المعدودين من عشائر بني جرشون كل اللي هيخدموا في خيمة الاجتماع حسب ما عدوهم موسى وهارون حسب ما ربنا قالوهم أما المعدودين من عشائر بني مراري حسب قبائلهم وبيوت أبائهم من ابن 30 لـ 50 سنة كل السن بتاع الجندية اللي هيخدموا في خيمة الاجتماع كان المعدودين منهم حسب عشائرهم 3200 هما دول المعدودين من عشائر بني مراري اللي عدوهم موسى وهارون حسب قول ربنا عن يد موسى وبكده كل المعدودين اللويين اللي عدوهم موسى وهارون ورؤساء اسرائيل حسب عشائرهم وبيوت اباهم من ابن 30 سنة لحد 50 سنة السن بتاع الجندية عشان يعملوا الخدمة ويشيلوا المقدسات بتاعة خيمة الاجتماع كان المعدودين من الشمامسة 8580 وبكده عمل موسى اللي قالوا ربنا بالضبط وتعد كل إنسان عشان يتوزع على خدمته وعلى الأحمال اللي هيشيلها أثناء الارتحال بتاعة خيمة الاجتماع من مكان لمكان هكذا عدوهم موسى زي ما أمروا ربنا بسم الآب والابن والراح الكدس الإله الواحد أمين اتعلمنا في الإصحاح الأول من سفر العدد إن عشان ندير حياتنا صح لازم أولا نحسب حساب النفقة يعني نعرف إمكانياتنا ووزنتنا لربنا ادهلنا وفي سفر العدد الإصحاح الثاني اتعلمنا إن تاني خطوة هي النظام والترتيب وفي الإصحاح الثالث اتعلمنا إن لازم يكون فيه مرجعية أو منهج إحنا بنقيس نفسنا عليه رقم أربعة في الإصحاح الرابع واضح إن ربنا بيعلم شعبه إن يكون ليهم خطة واضحة لما يجوا يتحركوا بخيمة الاجتماع ولازم يكونوا محضرين الخطة دي من قبل ما يجي أمر الارتحال فهو بيعلمهم من دلوقتي هيفككوا إزاي الخيمة مين مسؤول إنه يحملها ومين اللي هيبقى المسؤول عن الإشراف وهيتحركوا إزاي وبأنهي ترتيب يبقى ده اللي اسمه وضع خطة عشان تدير حياتك صح لازم يكون ليك تخطيط لحياتك يعني إيه كلمة تخطيط؟ التخطيط أربع حاجات كبار أول حاجة اسمها الرؤية أو الهدف الكبير هدف كبير لحياتك عينيك بص على إيه؟ إيه الحلم اللي نفسك تحققه من حياتك اللي هتعيشها مرة واحدة دي؟ عادة الإنسان المسيحي يصح أن تكون رؤيته الكبيرة إنه عايز يوصل السماء ويوصل معاه الناس السماء مع الأخذ في الاعتبار إن السماء مش مجرد هنوصل لها بعد الموت لا السماء بنعيشها من دلوقتي ها ملكوت الله داخلكم قد اقترب ملكوت الله يبقى هدف الإنسان المسيحي الكبير إنه عايز يعيش السماء على الأرض ويكمل فيها بعد الانتقال هو وكل اللي يعرفهم أو يحبوهم ده هو البند الأول في التخطيط لحياتك إن يكون ليك رؤية تاني كلمة في التخطيط لحياتك هي كلمة الأهداف المرحلية Objectives يعني إيه الأهداف المرحلية؟ يعني في سبيل إني أعيش السماء على الأرض وإني أوصل للسماء أنا وأحبائي بعد ما ننتقل أنا ليه أهداف مرحلية هنا على الأرض والأهداف المرحلية دي عادة بتتلخص في خمس نقاط أول حاجة القانون الروحي إن يكون ليه التزام والنمو مستمر في علاقتي بربنا من خلال قانون الروحي اللي بيشمل الصلاة والصوم والكتاب المقدس وسر التوبة والاعتراف والتناول وإني بدي العشور وبعمل رحمة أو خدمة كل دي اسمها القانون الروحي ودي هدف كبير بيخدم الهدف الأكبر اللي هو الوصول للسماء تاني حاجة تكوين أسرة مستقرة إن يكون ليه زوجة أولاد أو إن يكون ليه زوج وأولاد إن يكون ليه بيت مستقر في مكان كويس إن إحنا كأسرة نكون أسرة متعاونة ومتربطة برضو ده هدف حلو بيخدم الهدف الأكبر هو وصولي للسماء وهو إن يكون بيتي كنيسة صغيرة أو سماء صغيرة على الأرض الهدف رقم ثلاثة يجي شغلي أو دراستي وده بيحتاج إني أكبر في شغلي وتقدم وكون أمين فيه ويكون ليه منه دخل مدي مريح وإني أحس بتحقيق ذاتي وإني بحقق رسالة جوه الشغل بخدم فيها الناس بوصل المسيح الحلو ليهم وبنتج من خلالها حاجة مفيدة للمجتمع بتاعي رقم أربعة في الأهداف المرحلية هو علاقتي بالناس علاقتي بالأصحاب علاقتي بالأقارب علاقتي بالجران علاقتي بالمجتمع اللي أنا فيه في شغلي في كنيستي في خدمتي فمن ضمن الأهداف إن أكون متعلم إزاي يكون ليه علاقات سوية مع الناس وليه تواصل ناجح معهم ييجي الهدف الخامس والأخير وهو تنمية قدراتي أنا الشخصية وهوياتي والحاجات اللي بحبها إزا كانت أنشطة أو هويات أنا بحب أمارسها أو أنميها في نفسي أو أطورها دي في حد ذاتها هدف كويس إن أنا أشتغل عليه كل الأهداف دي وبالذات بهذا الترتيب بنسميها أهداف مرحلية توصلني للغرض الكبير اللي اسمه السماء تالت نقطة في التخطيط لحياتك بعد ما يكون ليك رؤية ثم ليك أهداف مرحلية هي إنك تحضر احتياجات ولوازم كل هدف من دول بمعنى إن مثلا القانون الروحي علشان تقديه بشكل ناجح وفعلا تحقق هدفك منه يبقى أنت محتاج مثلا أب مرشد كاهن أب اعتراف محتاج يكون عندك مثلا إنجيل تشتري إنجيل خاص محتاج تحضر بلايليست هتسمعها لشرح الكتاب المقدس أو هتحضر درس كتاب بشكل منتظم في حاجات هتعملها علشان تحضر لهذه الأهداف أمور عملي علشان مثلا تحقق الهدف رقم اتنين وهو تكوين أسرة محتاج تعرف إزاي اختيار شريك الحياة يكون بطريقة مناسبة محتاج تعرف الأسرة إزاي تدبرها محتاج كامع علشان تصرف على بيت وتفتح بيت إزاي تربي ولادك تربية مظبوطة محتاج تأدي بعض الأمور اللي تخدم هذا الهدف علشان تنجح في الهدف الثالث بتاع شغلك أو دراستك ادرس وشوف محتاج تاخد كورس في حاجة معينة أو درس في شيء محتاج تجيب كتب معينة عشان تشرح لك حاجة محتاج تخير الكرير أو تتخصص تخصص مختلف إيه اللي ممكن تعمله عشان تخدم الخطوة أو الهدف رقم ثلاثة وهو إنك تكون ناجح في شغلك أو دراستك برضو رقم أربح اللي هو العلاقات محتاج تعرف شوية communication skills أو مهارات في التواصل محتاج تقطر علاقاتك شوية محتاج تعرف أيام المناسبات وأعياد ميلاد أقاربك وأصحابك علشان تكون بداية لتكوين علاقة أفضل معاهم إيه الخطوات العملية اللي المفروض تعملها برضو النقطة الأخيرة هوياتك وأنشطتك هل أنت عارفها كفاية وبتشتغل عليها طب ممكن تشترك في إيه علشان يساعدوك إنك تنميها تنميها إزاي وإيه الأدوات اللي تجيبها وتشتريها علشان تستخدمها في تنمية هوياتك مثلا من الرسم من الرياضة من الفن من القراءة من الثقافة أيا كانت دي النقطة الثالثة اللي اسمها توفير الإحتياجات واللوازم لكل هدف أخيرا أنت محتاج حاجة اسمها مخطط زمني يعني أنا محتاج أعمل الأمور اللي فاتت دي في خلال قد إيه الوقت والتأدير كده بتاعه المبدأي يساع قد إيه وقت علشان الأمور ما تمدش وتمط مني لكن يكون لي رؤية واضحة زي أوفر فيو أو نصرة شاملة من بعيد لحياتي في خلال أنهي حقبة وفي خلال أنهي مدة زمنية أكون حضرت مثلا رسالة الماجستير في التخصص بتاعي في أنهي مرحلة أكون كونت القرش اللي أقدر أجيب بيشقة في أنهي مرحلة يساح كنت أطورت وجبرت في شغلي ووصلت مثلا للمرتب الفلاني في علاقتي مع ربنا عايز مثلا أتم كراءة الكتاب المقدس في خلال قد إيه عايز مثلا أحفظ مزمور كل قد إيه يساح أني أخد خلوة وأطلع مؤتمر أعط فيه مع ربنا الوحدي كل قد إيه كلمة قد إيه أو المخطط الزمني هو اللي يتمم خطتك أو رؤيتك لحياتك ده اللي عمله ربنا في الإصحاح ده خطط لشعبه هيعملوا إيه من قبل ما يبتدوها وهيتحركوا إزاي وبيوزع المهام بشكل منظم وضقيق وزي ما اتفقنا ده لا يلغي أبدا اعتمادك على ربنا حتى في تفكيرك في وضع هذه الأمور كل هذا التخطيط يحتاج لصلا ويحتاج لروحانية ويحتاج لهدوب ويحتاج لإشارة واستشارة وإشراك ربنا في كل خطوة لكن ده لا يمنع أني لابد من التخطيط لحياتك ربنا علشان يخطط لخلقة الإنسان خطط أولا لخلقة الكون والطبيعة وبعد كده النباتات وبعد كده الحيوانات علشان في الآخر الإنسان لما ييجي تكون كل شيء معد ربنا يسوع لما كان على الأرض خطط للثلاث سنين ونص اللي كان بيخدم فيهم في أول سنة اختار الاثناشر تلميذ السنة اللي وراها اختار السبعين رسول وفي السنة التالتة ابتدى يكلمهم بوضوح عن الصلب وعن الموت وعن القيامة وعلى الصليب قال كده قد أكمل يعني الخطة اكتملت خطة الفداء ربنا ليه تخطيط للبشر وللعالم والحياتك لما قام ربنا من الموت قال للتلاميذ هتكونوا ليه شهود أولا ابتدوا بورشالين بعد كده اليهودي بعد كده السامرة بعد كده إلى أقصى الأرض يبقى ربنا علمنا أن فيه خطة وفيه رؤية وفيه خطوات وفيه إطار زمني أخيرا يا أحبائي بنحط كل هذه الأمور في إيد ربنا عشان لو حب يغير منها شيء لتكن ما شئته وليس ما شئتي أنا مانيش متمسك بحاجة كل اللي متمسك بيه هي أول نقطة بس الرؤية إن أنا يا رب عايز أوصل للسما وعايز أوصل أحبائي معايا للسما أما بالنسبة للنقاط اللي بعد كده أنا بكتهد فيها بروح الصلاة وإنت يا رب تكن ما شئتك أخيرا وليس ما